جزئية اللي هكترسة بتكلم فيها فيما يخص الناس اللي انت اشتغلت معهم مشان الناس كتيره ممكن ما تبقى اش عدت عليها دي راجل اللي عبت مع الكابتن محمود الجهري لعبت مع واحد من احسن اجاني لجوم مصر روت كرول اشتغلت مع مداربين كبار عايزة اعرف كابتان مر ايه ابرز المحطات اللي انت عدت عليها واصرت في شخصيتك التدريبية يعني طبعا الكابتن جهري حالة خاصة ايوه مختلف يعني انا رحت مع الكابتن عليها نبيل شوبيب الاردن وبصراحة كابتن عليها من الناس اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا طيب الزكري دي اه طبعا طبعا وراجل جميل وراجل محترم يعني ورحنا وكان الكابتن جهري مدير فن الاتحاد هناك وصراحة عادت معه سنة تعلمت منه كتير جدا جدا انا لعبت مع الكابتن جهري منتخب اول بس ملعبتش معاه فترة كبيرة انا ملحقتش هلعبت معاه تقريبا يعني معسكرين ولا حاجة ملحقتش موتش رسمي موتش ودي بس اللعبتهم معاه لكن كابتن جهري طبعا اضافة كبيرة جدا ومختلف وعند رؤية مختلفة وكابتن جهري دايما طول وقت سابق عصره في التدريب وطول وقت محضر وبيزاكر وكان وراء وقلم يعني كابتن جهري دايما كان طول الوقت بصراحة في حتة تانية خالص بصراحة دايما طول وقت متابع اللعب في بيته في ناديف دايما طول وقت لامم ادواته كويس وعينه على ادواته بصورة كويس يعني كابتن جهري بصراحة هنروح بقى المدرب تاني كرولف عن المنتخب الولمبي الحمد لله رب العالمين اشتغلت معاه شوية كنت لاعب بقى دايما طبع مهمة جدا انه رجل برضو كان فكري مختلف رجل كان اجريسف جدا كان رجل منظم جدا كان رجل دايما طول الوقت بتاع شغلي بس كان طول وقت جد فاخدك في حتة وانت زغير حتة الالتزام والنظام والامور دي يعني وخلاك تشوف نفسك بشكل مختلف تاني واخدنا معاه دورة العاب الأفريقية في زنبابوي وكمان درنا نعمل معاه شغلي كويس جدا مدرب بقى القصر فيه انا كمان هيكس بيرجر ده المدرب نمساوي المدرب ده مدرب كبير يا كريم مدرب ده مشي من عندنا راح قطر قصر الدنيا في كطر وبعدين راح مسك النمسا في يورو 2008 وبعدين يعني اتحرك وكان لعب كبير في ألمانيا هو بس هو نمساوي ده من المدربين اللي مشو أخد حقه في مصر لجي عمل طفرة كبيرة جدا في ندر المولين العرب جي لعبنا كاس مصر نهائي كاس مصر 98 مع المصري خدنا ثالث دوري وراء الأهل والزمالك لعب بربعة اتنين فيلات كنا أول مرة نلعب بيها ملعبش بليبرو كنا زمان تفاكر انت في التوقيت ده 98 99 كنا بنلعب دايما بليبرو وتسرتباكين غير شكل شوية في التاكتك واشتغلنا تاكتك بشكل مختلف شوية من المدربين اللي أصروا فيها كمان كروجر الألماني اللي خدنا معها دوري أبطال الكوس في أفريقيا برضو الأمانة كان من المدربين المميزين يعني عظيم جدا